فيه سؤال بيقول السلام عليكم ليه الزوج بينكر دور الزوجة لما يكبر في السن يبقى السؤال بيقول ايه ليه الزوج بينكر دور الزوجة لما يكبر في السن ده سؤال كده فيه وكأنه فيه تفصيلة كده لابد ان احنا نعرف ان الشرع الشريف لما قالوا عاشرهن بالمعروف ما كانش المقصد بس وعاشرهن صبايا وعاشرهن صغارا ولكن عاشرهن بالمعروف بتستمر طب ليه الزوج بينكر بقى دور الزوجة لما بيكبر في السن فيه عدة امور جبناها منين ما جبناش من الكتاب والسن اصعيح فيه معنى ان الشخص اذا كبر في السن ينتكس في الخلق كأنه بيعود مرة ثانية الى بعض صفات الطفولة بس ده عند الرجل وعند المرأة طيب ومال ايه الله سبحانه وتعالى يقول بل الإنسان على نفسه بصير فحللنا ليه تحصل الظاهرة دي ليه بتحصل الظاهرة دي وخاصة بنشوفها كتير قوي قوي واحنا بنتعامل مع ظاهرة جديدة علينا اسمها ظاهرة طلاق الكبار ان الكبار بتدوا يتطلقوا لأسف بكثرة فلما حللنا ليه بقى الزوج في أوقات بعض الأزواج في أوقات بعض الأزواج بيعملوا ايه؟ بينكروا دول الزوجة لما يكبروا في السن ليه؟ عشان ثلاث صفات ثلاث معاني المعنى الأولاني بيعملوا كده عشان هم في الحقيقة هو معنى شوية غامض ممكن السيد ما تقدرش تفهمه ان هم محتاج منها مزيد من الرعاية فبيعمل ايه؟ فبينكر منها بينكر دورها وبينكر عملته على أمل ان هي تزود جرعة الحنان وجرعة الاحتواء اللي هي بتقدمها له طبعا عارف ان الزوجات والسيدات بيقولوا دلوقتي طب ما يقول لنا ليه عذبنا وليه كسرنا وليه ازينا بهذه الأذية طب ما هم بلاش يؤذينا ما يقول لنا هذا الكلام ووضوحهم بشرة ليه هو بيعمل كده مش حضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ما لا يشكر الناس لا يشكر الله وإحنا تعلمنا هالجزاء والإحسان إلا الإحسان أصعيح بس هو شايف ان هو بالطريقة دي بيضغط فيخرج أحسن ما فيك طيب بدي أقول حاجة تاني حاجة ان هو بيحاول بقدر الإمكان ان هو يقول لها لما ينكر دورها ان طبعا دا ما فيش تبرير ان دا ظلم بس عنا عادش يقول له الظلم وظلماته يوم القيامة وليه الظلم وده كوزء كمان ممكن يدخل الإنسان في الكبر إذا هو أنكر دور لحده ودوره كان واقعي لأن الكبر غمطه الحق وبطر غمطه الناس وبطره الحق فانت اللي انت تنقس مما يفعله الناس وتنكر الواقع أو دا كبر والعزو بالله فلذلك إيه اللي حاصل لا شك ان دا لو ما بيحصل بس بس السؤال ليه بيحصل دا يبقى أول حاجة وقلنا ان هو عايز مزيد من الحنان تاني حاجة لما بيحصل دا وينكر الدور دا هو بيحاول يعمل ايه بيحاول يحاول يصل إلى حالة من حالات التجديد الحازة وجاي بينه طب احنا الدور اللي فات ما حصلش تعالوا بقى نجدد الحياة الزوجية بيننا بان احنا نعمل حياة جديدة انا عارف ان انتوا دلوقتي حسين باللي انا بقوله طب هو ليه ما يقولش كده تعالوا نجدد الحياة الزوجية عارفين ليه لانه كبر في السن ومتصور ان هو لما يطلب حاجة من حد ايه اللي حاصل كانه بيتسولها فبيعمل الحاجات دي كلها اللي يقى في الحقيقة هو مش محتاج ان هو يعملها طب هو بيعملها ليه احنا قلنا الناس بترجع مرة تانية لإحساس الطفولة الحاجة التالتة بقى اللي هو بيعمل عشان على الكلام ده بيعمل الكلام ده وينكر دور الزوجة لان هو في بعض الاحيين بيعيد حسابات الحياة كلها فيحس ان هو ما حصلش حاجة فيحس طب وهي هي عملتلي ايه يعني اعادة الحسابات ممكن تخليك اه طبعا لانه بيتغير منظوره كان هو عايز حاجات تسعده وتخليه في امان لما كبر في السن كل ده ما اسلوحش ان هو يبقى تبرير في الاخر خالص يا سادة لازم نتقل الله سبحانه وتعالى ولازم ده احنا حتى في الفراق الله سبحانه وتعالى بيقولنا ولا تنسوا الفضل بينكم صاحبة الفضل تشكر على فضلها تشكر على عملته تشكر دورها وما ينفعش ان انت لما تكبر تأذي الناس انت بالعكس انت لما كبرت بقيت من اهل الحكمة فلا يجوز لكن ان انت تظلم الناس وتتكبر عليهم اشتركوا في القناة